يا أهلا بكل حضراتكم فيه تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة اللي هتنورنا من خلالها الدكتورة دينا بالسعود واللي مشكورة هتحكي لنا بقى عن أهمية المكملات الغذائية في رمضان بصفة خاصة وإيه الفيتامينز اللي بيحتاجها الجسم بعد الساعات طويلة من الصيام صباح الفل عليك صباح الخير وكن سنة وانت طيبة وانت طيبة ورمضان كريم عليك يا رب وعلى أهل بيتك وحبيبك وعليك وعلى أهل بيتك وعلى الناس جميعا أكيد يا رب إن شاء الله بما أننا داخلنا على الرمضان ودي أيام مفترجة من السنة للسنة فوتنا المحاشي على الأقل الشهر لسه واكلة محشي مبارك وكان فظيع زي الفل كان يجر زي الفل إنت أنا الكلام يحب ولا اللي عملته طب مش بحرق تسحبي من إيه نحنا الصواني دي يعني لا قلت ناكل بس بالمعقول بالمعقول ونعمل نفس الخطة دي في رمضان ناكل بس بالمعقول آه طبعا ومهمة قوي في رمضان برضو لما نيجي نفطر يعني الناس اللي بتحب تفطر على تمراية وتستنى شوية وتاخد الشر صال للمغرب مثلا مثلا وبعدين تبتدي بالشربة وصع عشان ما يبقاش مرة واحدة الأكل المسبك فهم قصدي يعني مهم ده ونبتدي بالسلطة والشربة وبعد ذلك ناكل بروتينات والكربوهايدريت ومش همنع حد من الأكل الأكيد العصير بقى والخشف وقمر الدين والكركدي والسوبيا إلى آخر وكل دي جرعات مكسفة من السكر بتدخل الجسم بشكل مفاجئ بالنسبات خلاص عوو انت حفزت بقى الموضوع ده صح صح لا نقلل برضو يعني مش بنقول لما بقولش رمضان لأ ناخد الحاجات المسكرة قوي دي وبعدين كمان مشكلة رمضان بنحب البسبوسة والقنافة بالاشتا والمنجة والقطايف فده بتبقى نسبة سكرية كتيرة قوي في الجسم يعني فبرضو لازم نقلل منها على قد ما نقلل طبعا أنا أنا في رمضان ما بدخلش البسبوسة الحاجاتي ما تخشش يا ضوبك لو بفطر في حتة باخد يعني ولو معزومة باخد حتة لكن جوه البيت مش بدخل الحاجاتي بصراحة فلازم نبقى عارفين برضو احنا في رمضان ناكل كل حاجة بالحاجات المعقولة ونشرب ماية كويس جدا وناخد فيتامينز وناخد مكملات غذائية طبعا أنا جاي اتكلم النهاردة يا ريت بقى عشان ده موضوع مهم جدا طبعا على مكمل غذائي رائع قلب مالتي فيت وطبعا أنا بقول أنه رائع لأنه لامن بفيتامينز كتيرة جدا مهمة للمناعة ومهمة للطاقة نحنا نعرف ندير طاقتنا وبتقلل جدا التعب والخمول مهمة لصحة الشعر وسحة البشرة ومهمة لعملية التمثيل الغذائي اللي هو ألب مالتي فيت أنا واحد من الناس يا دكتورة دينا كنت تفاكر أن المالتي فيتامينز هي إلى حد ما مكمل غذائي بس مصطلح مكمل غذائي كان بالنسباني بيبقى مختلف شوية كنت معتقد أنه زي الحاجات اللي بيأخذوها الناس اللي بيلعبوا رياضات فيها مقاومة وجيم وحاجات زي كده واضح أني كنت تفاهم غلط لا المكمل فيك مكملات غذائية كتير جدا 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 لكن اللي أنا بتكلم عليه ده فيتامينز يعني الرياضيين مهم مهم أنهم ياخدوا ألب مالتي فيت طبعا لأنه مصدر من الفيتامينز لكن بيأخذوا بروتينات كمان لازم وكاربوهايدريت وأمينو أسد وحاجات كتيرة جدا لكن قلب مالتي فيت هو داعم أكيد للرياضيين ليه بقول داعم للرياضيين لأن الرياضيين محتاجين فيتامينز زي الزينك محتاجين الكابر محتاجين فيتامين بي 12 بكل مشتقاته وطبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة يا ريت بس لسايدة المشاهدين اللي بتتفرج علينا تحفظ شكل العلبة أو تصور شكل العلبة عشان لما تيجي تاخدوا من الصيدلية ما يدلهاش المديل لو كان لسه خلصان أو لسه موفر نووش في صيدلية الماء طبعا احنا عندنا محافظات كتير جدا في مصر بقالي شهرين في قلب مالتي فيت لكن أكيد ما قدرتش اوفر في كل الصيدليات ants يعنيث فاللي نزل الصيدلية اللي جلبه ملا اهوش كلمه على الرقم اللي ظهر على الشاشة رقم يقدر يساعدوكم ويقدروا يوفره في الصيدلية اللي جنبكم او يقولوا محافظ على الصيدلية اللي جنب البيت ايا ان كانت مخاصي لعني دة انا لاحظت عندي دكتورة دين انا روحة على الصيدلية فلنوينا ما ساملتهوش فطبعا مهمة جدا بكلموا عن طريق رقم الشركة وهما يووفرهم في الصيدلية الجنب بكم يا إما هيقول لكم السادلية اللي موجودة جنب البيت حلو دلوقتي في البعض من الناس في رمضان نتيجة صيام عدد طويل من الساعات لما بيجوا يأكلوا حتى الفترة اللي ما بين الفطار والصحور مهما كانوا ما بيبقوش قادرين يأكلوا قوي من منطلق المعدة ما تفهميش بقى يعني صغرت ولا بيأت ولا حصل فيها فإلى أي درجة ممكن يكون أيوة فإلى أي درجة بالتالي ممكن يكون المكمل الغذائي مطلوب للناس دي الإجمالي آكل اللي بيأكلوه إجمالي الأكل اللي بيأكلوه �نش كافي وبيحبوا يأكلوا حاجات ما فيهش فيتامينس كتير يعني الأكلات المسبك والمحمر والحاجات دي قلب مولتي فيت بديق دعم جدا لهم لأن قلب مولتي فيت دخل فيتامين سي مهم جدا فيتامين سي لحاجات كتيرة قوي مهم للمتحدث الحديد يمكن الحديد طبعا مهم لكي يجليش أنميا فيتامين بيو 12 مهم وهو موجود بكل مشتقاطه في قلب مالتي فيدي بس مفوش حديد هو في فيتامين بي 12 اللي بيكون لكورات الدم الحمر هو مفوش حديد بس فيه تركة في قلب مالتي فيت انه بيساعد على متصاصل حديد لان فيتامين سي بيساعد على متصاصل حديد كم كان فيه حكمة معينة لعدم موجود الحديد ضمن مكوناته لا الحديد ده ما بناخدهش غير لو عندي نقص في الحديد يعني ناس كتير عندها أنيميا لازم تاخد حديد لكن اللي ما عندوش أنيميا واخد حديد مش هتبقى حلو يعني هي حصل كمبليكيشن لو نزمة الحديد زادت واحنا منتكلم على قلب مالتي فيت ان مش محتاجين ان احنا نعمل تستات للحديد لان هو مفوش حديد ومش محتاجين نعمل تستات للفيتامينز لان التركيز بتاعت قلب مالتي فيت سواناق يعني مش مش التركيز اللي تخوفني اطلاقا ان انا اقدر امشي بيها لايف تايم او لايف ستايل والعبوة بتكفي شهر احنا العبوة بي فيها 30 كابسولة بناخد واحدة كل يوم بعد الفتاح واحدة كل يوم لا هنخليها بقى بعد الصحور في رمضان بعد الصحور هيكون قبل الصحور علىكم بعد الصحور اوكي بعد الصحور عشان يعني اخر حاجة يدخلوها الجسم مع المياه بالزبط عشان لما نيجي نسحة منهم نلاقي بس طاقة لان انت عارف لما منبقى صايمين طبعا محتاجين الكافايين بتاعنا بتاع الصحور ومحتاجين الفطار الصحي عشان يعلي معدل الحرق ويعلي النشاط لان الفطار مهم للنشاط مش هنلاقي الكلام ده كله محرومين منه وقتها فمناخد ألف مولتي فيت للصحور لانه في فيتامين بي بكل مشتقات وحصحة هقدر قدير نشاطي وقدر قدير يومي بشكل طبيعي طبعا انا شايف على الشاشة مميزات المكامل الغذائي ألف مولتي فيت عن مكملات غذائية تانية الاعلى في تركيز الزنك يقوي المناعة بيجمع بين فيتامين سي والزنك غاني بمجموعة فيتامينات به الكاملة ده الجديد بقى في ألف مولتي فيت بتلاقي مكملات غذائية تانية ما فيهاش كل مجموعة فيتامين بي هتلاقي وان وطو وما فيهوش ثري هتلاقي فيه ثري وفور فيه ثري وفايف ما فيهوش قبلة بالزنك يعمل كمضاد أكسادة كل مرة أقول مهم قوي أن أنا أخذ حاجة أنتي أكسادل لأنه فيه فيتامين سي فيه فيتامين هي اللي هو فيتامين إي وهي لصحة البشرة والشعر والأظافر اللي احتواءوا على الزنك على الكالسيوم كالسيوم مهم قوي لتكوين العظام والسنان والصحة العظم والسنان والصحة القلب الكالسيوم مهم من صحة القلب جميل طيب أنا برضو لو تسمحيني عايزة دخل مجموعة أسئلة وصلت لنا من المشاهدين منهم سؤال من الأستاذة من ندالي بتقول صباح الخير على حضراتكم هل فيه تحاليل معينة مفروض الشخص يعملها قبل ما ياخد المكملات الغذائية التحاليل معينة قبل ما ياخد طبعا قلب مولتي فيت أنا مش محتاجة مع تحاليل لأنه زي ما نقولت التركيز بسيطة طبعا نقدر نعمل التحاليل الدورية نعملها ولو عايز عمل تحاليل للفيتامينات نعملها بس أكيد لو أنا ما باخدش فيتامينز هنلاقي عندنا 재شخد أو عندنا الليفل أليل في الفيتامينز. قلب مولتي فيت حتى لو التحليل بتاعت الفيتامينات بتاعتي كويسة. بقدر أخذه. لأن اللي فيه ووتر صوليبل. اللي فيه ما بتخزنش في الخلايا. الاكسيد منه بينزل. فأنا ما عنديش مشكلة أن أخذ قلب مولتي فيت حتى لو ما عملتش تحليل الفيتامينات. جميل. طيب الأستاذة شيرين علي كل سنة طيبين. كنت عايزة أسأل دكتورة دينا بما أننا داخلين على رمضان والصيام. فإزاي أحافظ على نظارة بشرتي وصحة شعري. وإيه هي الفيتامينز اللي لازم أدعمها من خلال أكل. أحافظ على نظارة بشرتي وصحة شعري طبعا. بعد الفلتر أشرب مياه كويس قوي. أفضل أشرب مياه لغاية الصحور. عشان ما عرضش جسمي للجفاف. وقبل منام بحط الترتيب بتاعي مهم قوي سواء للبشرة. مهم جدا. وأقدر أخذ قلب مولتي فيت هاي بداعم قوي. اللي احتواءه على فيتامين سي. اللي احتواءه على فيتامين بي 12. مهم قوي للبشرة. يعني فيتامين بي مهم لتكوين خلايا الدم. فبشرتي مش هتبقى صفرة. مهم كترتيب لأنه مرتب عالي جدا. فنقدر نستخدم طبعا. هو كمان هنا بيورينا أن قلب مولتي فيت داخله بيوتين اللي هو فيتامين بي 7. زي ما أنا قلت لصحة وجمال متكملين. متكملين للبشرة والشعر والأضافر. الستات بيتعبوا يا عيني في العناية. بس بتفاصيل كتير إحنا كرجالة مش وقدين بنا من وجودها أساسي. مهمة مش سهلة للستات. لا لا لا. يعني عايزين إحنا على طول مهما كبرنا في السن. يعني كل الستات مثلا. ماشي العشرينات وتراتينات أربعينات. نبتدي نخش في الأربعينات. نبتدي إلا عايزين نحافظ أكتر. لأن احنا كل ما بنكبر كل ما الفيتامينات عندي بتقل. ولو أنا ما حافظتش شكلي هيبوز بدري بدري. الحقيقة المالتي فيتامينز من الواضح أنها مهمة لكل الأعمار. يعني للناس يعني ابتدينا نوصل للأربعيين زي ما حدك بتقولي. فبيهتموا بيها. وكمان الشباب يعني الفيتامينز لا غنى عنها في أي مرحلة عمرية أكيد. وحادك قادرة مني بكتب. طبعا. الفيتامينز مهمة لكل مراحل العمر. الفيتامينز مهم جدا لكبار السن. لأن الأمعاء عندهم. مش بالصحة الكافية والمعدة. أنهم يعرفوا يمتص الفيتامينات من الأكل. مش بكفاءة زمان. نعم. مش بكفاءة زمان. العظم مش بكفاءة زمان. فمهم جدا التركيز. مش بكفاءة زمان. فأنا عندي ألبة مولتي فيت دعم جدا للتركيز. لح توقع على فيتامين بي 12. والصحة النفسية. لازم ندعم الصحة النفسية. هنرجع نقول أن المكاملات الغذائية. مش علاج لأي حاجة. ولا علاج للإكتئاب. لكن هو داعا حتى للصحة النفسية. فمهم قوي. السيدات الحامل لا غنى عن المكاملات الغذائية. هتسألني السيدة الحامل ألبة مولتي فيت أخباره إيه؟ هايل لها. لكن أنا بنصحها باستشارة طبيب. لأن الكالسيوم عندي 70. فالحامل بذات تحتاج تركيز عالية جدا من الكالسيوم. ووقت الحامل بس. بعد كده لازم ترجع للنورمال. وما يفعش ساعتها تاخد أكتر من كابسولة من ألبة مولتي فيت. تقدر تاخد كابسولة. وتاخد زي ما الدكتور يقول لها. تاخد كالسيوم زيادة كسبليمنت آخر. لوقته معين. وبعد كده ترجع بعد الحامل. ترجع لحياتها الطبيعية وتاخد ألبة مولتي فيت فقط. طيب تاني بمناسبة رمضان هل في فيتامينز معينة دايما الجسم بيفقدها في رمضان نتيجة الصيام من الفترات طويلة؟ مش فيتامين معين. يعني انت بتلاقي فيتامينز كتيرة بنفقدها وقتا للصيام أكيد. وبتلاقي طول الوقت ان احنا تعبانين مجهدين. فاحنا محتاجين فيتامين بي على طول. على طول كداع من النشاط. لان وقتا للصيام على طول بنحس ان احنا همدانين عندنا كسل تعبانين. فقالب مولتي فيت هيدعم النشاط جدا لاحتواء على فيتامين بي بكل مشتقات. وده اللي بيميزنا عن اي مكمل غدائي اخر. احنا قلنا من شوية احنا متفقين على ان هي نفس الجرعة يوميا. بس هو التوقيت اللي هيختلف فيها في رمضان. بعد الصحور. بعد الصحور وكابسولة واحدة. كابسولة واحدة. واي مرحلة سنية تقدر تتعامل مع المنتج دا. اي مرحلة ولو السن الكبير من الستة او الراجل بماشيين على ادوية امراض مزمنة. هو لا يتعرض مع اي دواء يعني ايا كان. طيب هل في نصايح عامة. يعني حابة تقوليها للناس بخصوص رمضان. وتعرف ان في ناس في رمضان بيأكلوا اكتر بكتير من الايام العادية. يعني ان المفروض ان الشهر مش كده. بس يعني هنقول ايه. النصايح ان احنا نركز برضو في موضوع الاكل يعني. بلاش ان احنا ندب جامد قوي ده. مش حلو على المهدى خالص. ان احنا نشرب مياه بقدر كافي من وقت الفطار لوقت الصحور. وان احنا ننزل يعني ممكن بعد ما نفطر وكده ننزل نتمشى شوية. لازم الحركة. مش لازم هنتفرج على المسلسلات وكل حاجة. لكن مهم ان احنا ننزل برضو نمشي جسمنا شوية. والحركة مهمة جدا. وانا انا بنصحهم طبعا بقلب مالتي فيت ورمضان كريم على الناس جميعا. يا رب ان شاء الله. طيب يعني بعيدا عن رمضان. لو افترض ان احنا في الحياة العادية. اللي بناخد فيها حباية واحدة او كابسولة واحدة كل يوم الصبح بعد الفطار. امتى او بعد مرور قد ايه من انتظامي في اخدان الحباية دي يوميا. ابتدي انا شخصيا احس ان انا صحتي احسن. ان انا جودة وكفاءة اي اكشن بعمله اختلفت شوية على الاول. هل في متوسط لمدة معينة الواحد يحس بعدها بكده؟ انا لو هتكلم عن النشاط وعالتركيز وكده بشوف من اول اسبوع. يعني انت بتاخد الكابسولة لازم يوميا. مش هينفع مرة يعني مش هينفع كابسولة كل 3 يام. فلو انا اخدت كابسولة يوميا في خلال اسبوع حياتي هتختلف من حيث النشاط والتركيز والمود الحلو. يعني انا بقول على طول لو انا ما عنديش نشاط مودي طول الوقت هيبواحش. ما عنديش طاقة ان انا اعرف ادير يومي وانجز فيه. هاجي بالليل ايدا اليوم عادة كده من غير ما اعمل حاجة انا فعلا بدايق. لان الستات بالوقت بقت عاملات وبتشتغل وحاجات كثيرة. وعندها عيالها وعندها بيت وعندها مسئوليات. فلازم طول الوقت الدعم تقطع. والرجل كمان. فطبعا قالب مالتي بيت من اول اسبوع هلاقي معاه نتيجة كويسة جدا. اهم حاجة الاستمرارية. يقول لي طب خلاص اخدوا شهر وشهرين ووقفوا. ممكن حد يقول لي كده. فانا بقول لي هو مش كورس. هو داعم للصحة عامة. وتركيز عندي بسيطة. ما بخافش منها ان فيه تركيز يعلى. من تركيزات الفيتامينات. لا هو اتسناكتا كورس. الكورس الفيتامينات. لما بتتاخد مكسف جدا. بيبقى الدكتور هو مثلا. اللي بيحسبها للمريض او المريضة. ان عنده ديستراكشن عالي قوي. فممكن يقول له. لا اخدي كورس عالي جدا جدا لمدة شهر. مثلا متكلسي. وبعد كده بتكملي على المكملات الغذائية. اللي تركيزها بسيطة. طيب على ذكر برضو الطاقة والنشاط والحيوية والنوع ده من الأمور. في رمضان يعني الواحد يبقى مفرهد قبل الفطار وبعد ما. يعني يبقى مفرهد قبل الفطار. عشان الصيام والعطش والجوع الى اخير. وبعد الفطار وخصوصا الناس اللي بتدبها جانب. انا عايز اقولك ده بقى قصة الدب الأكل. هو ده اللي هيخلينا قبل الفطار تعبنين. وبعد الفطار برضو تعبنين. لو ده غير قبل التغيير. ايه اللي نقدر نعمله عشان ننقذ بيمكن انقاذه. زي ما انا بقول له هناخد قلب مالتي فيت. وهنشرب ماي كويس. وبعد الفطار ان شاء الله ننزل نتمشى عشر دقايق. او لو عندي تريد ميل في البيت. يعني اتحرك في البيت اهم حاجة. وبالمناسبة يدينا يفضل ممارسة الرياضة. وخصوصا لو كانت. رفع اسقال. رياضات مقاومة حديد جيم. انه هذا من الامور. الصح ان الواحد يروحوا بعد الفطار في رمضان. ولا السعاية اللي قبل الفطار. لان هنا اختلفت. اختلف فعلا. والناس كتير جدا يا اما بيروحوا قبل الفطار. وبشوفها في النادي مثلا. الاقي كتير جدا. بس ما بيرفعوش اسقال. ولكن اكيد بقى في الجيم الجامد. ورفع الاسقال. تحتاج طوال الوقت مية يعني. بس مش بعد الفطار دايركت. لازم اخدم برضو. عشان ما يبقاش المهدأ فيها اكيد. في حالة رفع الاسقال. او الرياضات اللي فيها مقاومة. يفضل ان كلام دا يكون بعد الفطار. بس بساعتين مثلا. عشان ما يبقاش بس الاكل لسه موجود في المهدأ. واتعب في الجيم. لكن لو تراك وكده. وما بعطاش ممكن قبل الفطار بساعة. مرة تانية كولي سارة وانت طيبة. ربنا يخليك. والحقيقة افتتين كتير في حلقة النهاردة. عشان انت عارفة ان فيه ناس دا فيه ناس قاعدة استاند باي. بس رمضان يعلن انطلاقه. عشان يدخلوا بقى على التواجل والحلل الى اخير. كل سلام طيبة يا دينا. انت طيبة يا دينا. تسلم يا حبيبي. شكري جزيلا على وجودك معنا. واكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متبعيتكم دينا. بكرا ان شاء الله قبل دلوقتي في ساعتين. يتجدد اللقاء. حلقة جديدة وعشة صبحة في الاهلي صباح الفل. موسيقى